شاركت شعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلة في سعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد عضو مجلس الشورى وسعادة النائب الدكتور مهدي عبد العزيز الشويخ في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي وواصلت اللجنة مناقشة مشروع قرار اللجنة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون الذي تقدمت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بعدد من التعديلات والاقتراحات على مشروع القرار وذلك من بين 26 برلمانا تقدموا بتعديلات على المشروع ولقيت تعديلات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ترحيبا وإشادة واسعة من أعضاء البرلمانات المشاركين في اجتماع اللجنة حيث تم اعتمادها ضمن مشروع القرار ترجمة نانسي قنقر